يعني إحنا ممكن أن كابتن النادي الأهلي ما يفكرش قبل أنه يشتري حد من بره في خلال الفترة القادمة زي ما أنت بتقول كده في صعود الحراس المرمى أنت قلت عيونه أنا شايف النادي الأهلي مش محتاج حرس مرمى من بره خلص حتى بعد الخمس سنين الجايين دول ولا بعد الخمس سنين خلاص كده يعني النهاردة أنت بتتكلم عن مصطفى الشوبر مصطفى الشوبر عنده كم سنة مصطفى الشوبر الموليد 2000 يعني عنده 20 سنة و أنا يمكن طلبت من أو كتبت في تقريري أن مصطفى الشوبر يطلع إعارة الست الشهور اللي فاتوا دول من يناير على أساس أنه يحتك ويلعب في الدورة الممتاز ويرجع لنادي الأهلي يقدر يشيل حلو الفكرة كابتن ده طبعا أه طبعا وكان لازم يحصل حاجة زي كده يعني خلاص فأنا شايف أننادي الأهلي مش محتاج حرس مرمى خالص وعشان برضو نكون واضحين بقى وصرحة قوي يعني أنا شايف أنه مفيش حرس مرمى مصر على مستوى الدور الممتاز أسلح لنادي الأهلي في الفترة القادمة من اللي أنت شايفهم في الساحة خالص أه طبعا هم 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 اللي موجودين مواصفات حرس مرمى لنادي الأهلي بتختلف تماما عن مواصفات حرس أي حرس مرمى في حتة تانية فأنا شايف أن لا مفيش حرس مرمى ينضم لنادي الأهلي أو ده رأيي طيب طمنتنا كلا كابتن على الحراس الحمد لله في النادي الأهلي والناس صبعا يماها تبقى مبسوطة أن حرس مرمى نادي الأهلي في الفترة القادمة لأنها زي ما بقولك كنت بقول دايما نقطع نشئين في الأندية كلها مش في النادي الأهلي بس لو أنت وفرت خمس ست مراكز اللي أنت بتجيبهم من بره للعبيل قطع نشئين نادي الأهلي أو الأندية كلها هتوفر فلوس كتير جدا تقدر تستغلها في حاجات تانية كتير على فكرة الحرس كلهم حراس أساسيين في منتخبات النشئين عشان تكون عارف يعني يعني إذا كان مصطفى شبير ولا حمزة ولا عاصم ولا يسفى بجبل ولا عمر عادل كلهم حراس مرمى أسسين في المنتخبات في الأعمار السنية صحيح صحيح